أستاذة فريدة أنت دايماً بتقولي إن إحنا بقى بطلنا نتكلم بطلنا نقول إحنا هنعمل بالزبط بنعمل بالزبط إحنا دايماً بنعمل ونوري الناس وتعالوا تفرجوا على الحاجة اللي إحنا خلصناها وعمل لها بالزبط كده سياسة إن إحنا العمل طول الوقت والتركيز على العمل وإن المشروع ده لأ إحنا مش هنعمله إحنا فعلاً خلصناه وتعالوا تفرجوا وتعالوا زوروا الجمهورية الجديدة وما إلى ذلك مع أيضا الجانب اللي احنا بنتكلم عليه فكرة الإنسانية والكرامة طبعا هو ده بشوفي مكونات الإنسان السليم هي أن يبقى عنده كرامة وأن يبقى عنده أمل وأن يبقى بيشتغل فيشتغل كويس ده إحنا عندنا في القرآن الكريم وقول أعماله فسير الله عملكم ورأة في عمركم شفته شيخ من بتوع رجل المرأة وإيد المرأة وقفى المرأة وشعر المرأة قال الكلمة دي لأ دي هي دي المفتاح أعمله فأنا اللي بقوله أنا النهاردة بمشي وبصي ألاقي حاجات تتعملت الله إيه ده إيه الجمال ده فبحس إن إحنا فعلا يعني زي ما يكون إيه كنا ماشيين كده وطلعنا برا الطريق وتوغلنا في أحراش وطين وبلأ أزرق وبعدين دلوقتي رجعنا تاني بقيادة مخترمة يعني النهاردة الرئيس السيسي لما يعودوا مثلا الجماعة إياهم دول وإيه يعني يعمل لنا كباري وطرق أيوة الطرق هي دي شرايين الحياة يعني هي الطرق دي اللي هتجيب لك المستثمر ما إحنا عايزين نفهم يعني اللي بيتخدعوا فيهم والحمد لله إنه بقوا أقلية ضئيلة جدا للوقتي إن إنت النهاردة هتيجي تقول لواحد مستثمر تعالى ده مصر دي يعني فيها أفاق للاستثمار ما لهاش حل ويعني وفيها خيارات كتير ممكن تستثمر يعني وبعدين لما ييجي يعمل زي ما حصل لي أنا مرة وقتيت حصل لكم يقعد على كبري مثلا ما يتملش كيلو يقعد ثلاث ساعات هيجي يعمل ليه بقى بعد كده بالظبط لأ الراجل ده يعني يا ربنا يديله القوة ويديله البصيرة يا رب زي ما هو كده ونفضل نتمتع بإنسانيته وبصرته وبحبه لمصر لأنه هو من كترة بيحب مصر عايزها ترجع تاني تبقى قد الدنيا